تدين وزارة خارجية مملكة البحرين تدين وزارة دولية دولية ذات الصلة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني كاو ومنصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديلاتها لعام 1944 وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا السلوك العدائي المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية بات متكررا في الفترة الأخيرة ويعرض سلامة الطيران المدني للخطر ويحمل تهديدا لحياة المدنيين وتشدد وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين لجانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وذكرت الهيئة في بيان لها أن رحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات وتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني أن اعتراض المقاتلات القطرية يمثل تهديدا سافرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية وأكدت الهيئة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني ويستمر التصعيد القطري لكن هذه المرة ليس على المستوى السياسي أو الإعلامي بل هو تصعيد عسكري بامتياز بعد أن أقدمت مقاتلات قطرية باعتراض طائرة مدنية إماراتية أثناء رحلتها إلى المنامة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات اعتبرت التصرف القطري بأنه تهديد سافر لسلامة الطيران وخرق الاتفاقيات الدولية وأن المقاتلات اعترضت الطائرة المدنية خلال رحلة اعتيادية أثناء تحليقها في مسارها المعتاد وأضاف بيان الهيئة العامة أن الرحلة مجدولة ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولية هذه الخطوة وصفها المراقبون بالإجراء المتهور والخطير كونه يهدد حياة المدنيين وبأنه اعتداء سافر وغير مسبوق يأتي ضمن خطة ممنهجة وضعها النظام القطري لخدمة أجندات الجماعات الإرهابية وهذا الاستهداف القطري العسكري يأتي مباشرة بعد محاولة بائسة من النظام في تضليل الرأي العام عبر جملة من الفبركات الإعلامية والتقارير المضللة والمسيئة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب أعقبت ادعاءات قطرية باطلة باختراق الإمارات مجالها الجوي وهو ما تم الرد عليه بالأدلة التي دحضت تلك الافتراءات التي ساقها نظام الدوحة هذه الممارسات القطرية تفضح منهجية نظام الدوحة في نشر الفوضى التي اتضحت جاليا في الأزمة الرهنة وأما عن هذا التصعيد فما هو إلا محاولة جديدة من النظام في الدوحة لصرف الأنظار عن لب الأزمة وأساسها المتمثل في دعم قطر للإرهاب واحتوائها لقاداته في الدوحة